السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصال الله وقاتكم وكل خيرين أحبابنا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيب ومباركا فيه اللهم علمنا ما ينفعنا وفعل ما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم أدم علمنا ويمفهم سليمان فهمنا ويمؤدب محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا اللهم جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجدا لنا لا علينا يا أرحم الراحمين حياكم الله أحبابنا الكرام طبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه نكمل بإذن الله عز وجل في شرح متن المقدمة الجزلية وصلنا إلى هذا الباب باب النون والميم المشدتين والميم الساكنة يقول النظم رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا وأظهر الغنة من نون ومن يعني أثبت الغنة بمقدار حركتين إذا جاءت النون مشددة أو إذا جاءت الميم مشددة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا هنا وأخفيا أي أخفي الميم وأخفيا الميمة تمام كما جاء في الباب الذي تحته قالت وأخفيا الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأخفي الميم إذا جاءت ساكنة مع إثبات الغنة بغنة لدى باء أي إذا جاء بعدها حرف الباء على المختار من أهل الأداء يعني القراء في أداء الإخفاء الشفوي على قولين قول بالإخفاء وهو ما اختاره معظم أهل الأداء وقول بالإظهار قالك على المختار من أهل الأداء على القول المختار تمام وهو القول الذي اختاره معظم أهل الأداء لأن هناك قولا آخر بإظهار الميم إذا جاء بعدها باء وهو قول معمل به لكن تطبيق الإخفاء أولى ثم قال لك وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى وهو فأنت اختفي وأظهرنها أي أظهر الميم إذا جاء بعدها بقية الأحرف إذا جاء بعد الميم بقية الأحرف غير الميم والباء فهنا حكمه إظهار شفوي وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى وهو فأنت اختفي احذر أن تغفي الميم إذا جاء بعدها واو أو فأ واو أو فأ طبعاً لاتحادها بالواو مخرجاً وقربها من الفأ وكما قلنا يا أحباب قد ترك الناظم حكم الإضغام الشفوي تمام؟ لأنه ذكره سابقاً عندما قال وأولي مثل وجنس إن سكن وأولي مثل يقصد الميم مع الميم المتماثلين تمام؟ هذا بالنسبة لهذا الباب ثم قال لك في الباب الذي بعده قال لك الناظم في باب أحكام النون الساكنة والتنوين قال وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرالا بغنة لزم وأدغماً بغنة في يوم نو إلا بكلمة كدنيا عنو والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ خذ يا أحباب قال لك الناظم في هذا الباب وحكم تنوين ونون يلفى يلفى يا أحباب أي محصور عند حروف الهجاء تمام؟ في هذه الأحكام التي بيّنها الناظم إظهار ندغام وقلب إخفى إظهار ندغام وقلب إخفى ثم ذكر بالترتيب إظهار ندغام وقلب إخفى ذكر بالترتيب فقال لك فعند حرف الحلق أظهر عند حروف الحلق إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحلق وهي أخي هاكا علماً حازه غير خاسر الهمزة والها والعين الحا والغين والخالد تخرج من الحلق فعندنا إظهار والإظهار هو ننقل نستاكنة بدون غنة ولا تشديد إذا أتى بعدها أحد حروف الإظهار فقال لك فعند حرف الحلق أظهر تمام؟ والدغم في اللام والرا لا بغنة اللزم هنا يعني أدغم النون أو التنوين في اللام والرا إذا جاء بعدها لام أو را لا بغنة يعني بغير غنة لا بغنة اللزم تمام؟ يلزم إدغامها بغير غنة يلزم إدغامها بغير غنة ثم قال لك وأدغماً بغنة في يومنو كما نعلم أن الإدغام ينقسم إلى قسمين إدغام بغنة وإدغام بغير غنة ذكر لك بغير غنة في اللام والرا وبغنة وفي حروف ينمو التي نعرفها فقال لك هنا وأدغماً بغنة في يومنو ويومنو هذه هي الحروف هي هي حروف ينمو تمام؟ وأدغماً بغنة في يومنو إلا بكلمة كدنيا عنونو هنا ذكرنا سبقاً أن شرط الإدغام أن يأتي في كلمتين فإذا أتى في كلمة واحدة سميناه إظهاراً مطلقاً سميناه إظهاراً مطلقاً وهي في أربعة كلمات في القرآن الكريم بنيان وقنوان وصنوان ودنيا فقال لك إلا بكلمة كدنيا عنونو كدنيا عنونو وهي حروف دنيا وأخواتها وأخواتها الثلاثة تمام؟ ثم أكمل الناظم وقال والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا والقلب عند الباء الإقلاب عند حرف الباء إذا جاء بعد النون أو بعد التنوين حرف الباء فعندنا إقلاب وهو إثبات للغنة وقلب النون إلى ميم إذا أتى بعدها حرف الباء تمام؟ نقلب النون إلى ميم إذا أتى بعدها حرف الباء ونخفي هذه الميم ونثبت فيها الغنة كما في قولنا أنبياء أو في قولنا من بعد وبينا يعني كيفية نطقه في شرح التحفة فقالك والقلب عند الباب غنى تمام كذلك فأي كذلك أثبت الغنى في الإخفاء كذلك فلدى باقي الحروف أخذا يأخذ بقية الحروف يأخذ بقية الحروف غير حروف الإظهار والإضغام والإقلاب تمام وقد جمعها النظم سليمان الجمزوري في التحفة كما أخذناها في قوله يصف ذا فما كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقن طاع ظالما غنى يا أحباب يعني كتم بهم بسيط في الإخفاء الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا فغنة إخفاء النوني في السين تختلف عن غنة إخفاء النون في الصاد فعندما نقول مثلا من سبيل غنة مراققة لكن من صلصال هذه غنة مفخمة تمام وكذلك عندما نقول مثلا من كان غنة مراققة لكن من قبل غنة مفخمة فهذا يا أحباب تنبيه ينبغي الأخذ به طيب إلى هنا يا أحباب في باب أحكام من السكن والتنوين طيب نكمل يا أحباب باب المد باب المد قال لك النظم والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبطولي مد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا صلوا يا رسول الله اللهم صلى الله عليه وسلم قال لك والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو قصر ثبت المد ينقسم إلى لازم وواجب وجائز وهذا هو المد الفرعي لذلك قال لك وهو وهذه هو تعود على المد الفرعي وقصر ثبت قصر تعود على المد الطبيعي والمدين أو المداني ثبتا عند أهل الأداء والمداني ثبتا عند أهل الأداء مد الطبيعي الأصلي والمد الفرعي والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت فقال لك المد ينقسم إلى ثلاث أقسام لازم وواجب وجائز وهذه الأقسام هي مد الفرعي وأشار إليها بكلمتي وهو تمام وقصر أشار إلى المد الطبيعي والإثنان المد الأصلي والمد الفرعي ثبتا عند أهل الأداء ثم فصل فقال لك فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد فلازم إن جاء بعد حرف مد إذا جاء بعد حرف المد سكون لازم سكون لازم لذلك قال لك ساكن حالين أي إذا جاء السكون أصلياً إذا جاء السكون ثابتاً في الوصل وفي الوقف ساكن حالين وبالطول يمد أي يمد ست حركات وجوباً فلازم إن جاء بعد حرف مد إذا جاء بعد حرف المد ساكن أصلي في الوصل وفي الوقف حالين وبالطول يمد تمام أي يعني نمده ست حركات ثم فصل في المد الثاني قلنا المد لازم وواجب المد الواجب وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي واجب المد الواجب المتصل إذا جاء قبل حرف الهمزة حرف مد في كلمة واحدة متصلا إن جمع بكلمتي ككلمة سماء وكلمة ماء وكلمة سوء وكلمة سيئة وأنفلة كثيرة ثم فصل في المد الثالث الذي بيّنه قال لك وجائز إذا أتى منفصلا المد الجائز المنفصل إذا جاء حرف المد بعده همزة في كلمتين منفصلة وجائز إذا أتى منفصلة أو عرض السكون وقفا مسجلة هنا أو عرض السكون يعني إذا جاء بعد حرف المد سكون عارض يعني مثلا الحمد لله رب العالمين مفتوحة لكن إذا وقفنا عليها إذا طبقنا السكون إذا افتعلنا السكون إذا اعترضنا الوصل ووقفنا هنا يصبح هذا مد عرض السكون هذا المد عرض السكون يسمى مد جائز ليس سمي مد جائز لأنه يجوز قصره ويجوز مده فيمد مد عرض السكون مد اثنين أو أربعة أو ستة فسمي مدا جائزا طب المنفصل لماذا سمي جائزا لأن البعض القراء قالوا أنه يمد وبعض القراء قالوا أنه يقصر تمام هذا بالنسبة لباب المد هل أحد أو سؤال هنا يا حباب الأمر واضحة نكمل باب معرفة الوقف والابتداء قال لك وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتدي فالتام فالكاف ولفظا فمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب قبل أن أبدأ في بيان الفاظ هذه الأبيات ألقص تلخيصا سريعا للوقوف في القرآن الكريم الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام طبعا هذا الوقف الاختياري يا حباب الذي يختاره القارئ ينقسم إلى أربعة أقسام تمام وقف تام ووقف كاف ووقف حسن ووقف قبيح الوقف التام يا حباب هو كلام أفاد معنا تمام وليس متعلقا بما بعده لا لفوا ولا معنا أين يوجد لكي نستوعبه أين يوجد يوجد في أواخر السور يعني آخر آية في السورة ليس لها علاقة بسرعة بعدها تمام ويوجد أيضا في أواخر الموضوعات أو القصص تمام أواخر الموضوعات والقصص كمثال نذكر مثال واحدا للسرعة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تمام هذا موضوع وهذا موضوع فهذا سمي وقفا تاما الوقف عليه أفاد معنا وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الوقف أفاد معنا أعطاني معنا كاملا وليس متعلقا بما بعده إذن هذا وقف تام هذا وقف تام طيب الوقف الكافي أين نجده؟ نجده بين الآيات في نفس الموضوع كمثال أيضا في صوت البقرة تمام الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزي إليك الآن الوقف بين هذه الآيات يسمى وقف كافي نحن في نفس الموضوع لكن وقف بين آية وآية تمام المعنى أتم تمام الذين يؤمنوا بالغيب ويقومون الصلاة وما رزقناهم ينفقون المعنى كامل ما في أي شيء المعنى كامل ووصل المعنى تمام لكن في علاقة في الموضوع في علاقة في الموضوع فهذا وقف كاف فهذا وقف كاف تمثال آخر أذكر لكم أفتح لكم المصحف كما في قوله تعالى في صوت الذاريات هو المصحف أمامكم الآن عندما بينا الله سبحانه وتعالى قصصا الأنبياء قالك وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجدون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن وهو مليم هنا وهو مليم الوقف عليها وقف تام لأننا سنبدأ وفي عاد قصة أخرى لكن الوقف على آية وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين هنا ثم الابتداء فتولى بركنه هذا وقف كافي إلا أنه في نفس القصة في نفس القصة هذا الفرق بين الوقف التام والوقف الكافي طيب الآن الوقف الحسن ما هو الوقف الحسن؟ الوقف الحسن يا أحباب هو الوقف على كلام أفاد معنى المعنى تام تمام؟ المعنى وصل لكنه متعلق تعلق شديد بما بعده متعلق تعلق شديد بما بعده كقولنا مثلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله أعطت معنى يعني هو وصل المعنى لكنها متعلقة تعلقا شديد بما بعدها تمام؟ متعلقة تعلقا تعلقا شديد بما بعده فهذا وقف حسن وقف يا أحباب حسن طيب الآن إذا جاء الوقف الحسن على أواخر الآيات على أواخر الآيات ماذا نفعل ماذا نفعل أحباب الآن هنا أن الوقف التام يجوز الوقف عليه ويجوز الابتدام بعده والوقف الكافي يجوز الوقف عليه ويجوز الابتدام بعده طيب الوقف الحسن يجوز الوقف عليه ولا يجوز الابتدام بلنفعش نقول الحمد لله رب العالمين لا بدنا نرجع الحمد لله ممكن نقف لكن ينبغي أن نرجع ونأتي بمعنى كامل بمعنى كامل فنقول الحمد لله رب العالمين يجوز لكن فقال لك إلا رؤوس الآية هنا إذا جاء الوقف الحسن على رأس الآية مثلا فويل للمصلين رأس آية هذه الآية يجوز الوقف عليها فويل المصلين يجوز الوقف عليها ويجوز التنبدا لأنها جاءت رأس آية تمام طيب الآن الوقف القبيح هو الوقف على كلام لم يفد معنى أو أفاد معنى غير المراد يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا إيش وصلنا لم يصلنا شيء ما وصلنا معنى كامل وما من دائبة في الأرض فش ولا دائبة في الأرض أعطانا معنى غير المراد فهذا وقف قبيح هذا وقف قبيح ويعني قبل أن أبدأ أيضا أبين على تنبيهني يا أحباب قال بعض العلماء في الوقف الحسن نحن نعلم أن السنة الوقوف على رؤوس الآيات تمام وأيضا ينبغي عليك أن تتم المعنى طيب الآن عندنا فويل المصلين ماذا نفعل قالوا قال بعضهم تقف لتطبيق السنة بدنا نقف عشان نطبق السنة لأنه من السنة الوقف هو رؤوس الآية وقال بعضهم تتم لإكمال المعنى تتم لإكمال المعنى يعني تقول فويل المصلين ذنهم عن صادم سهون وجمع بعضهم بين القولين فقالوا تقف لتطبيق السنة وتتم لإكمال المعنى فتقول فويل للمصلين طبقت السنة ثم ترجع وتقول فويل للمصلين الذين هم عن صلتهم ساهون تمام تكمل لإتمام المعنى الآن نأتي شرح سريع للأبيات قالك وبعد تجويدك الحروف عرفت التجويد والمخارج والصفات لابد من معرفة الوقوف وينبق للقارئ أن يعرف أين يقف من أين يبدأ تمام لابد من معرفة الوقوف والابتدائي طيب وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن تمام قال لك وهي لما تم إذا تم المعنى فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي يعني إذا لم يوجد تعلق بما بعده تمام يمكن أن تبدأ بالآية بعدها كما فصلنا في التام وفي الكافي كما فصلنا في التام وفي الكافي يعني هناك إتمام للمعنى وما في تعلق بما بعده تمام فهذا يمكنك أن تبدأ بالآية بعدها قال لك ولفظا فمنعا إلا رؤوس الأي يجوز فالحسن ولفظا أي إذا كان هناك علاقة شديدة في اللفظ فيما قلنا الحمد لله رب العالمين إذا كان هناك علاقة شديدة في اللفظ فهنا يمتنع أن تبدأ به يعني بعد الوقف تمام إلا رؤوس الآي كما بينا فيه لعلكم تتفكرون في سورة العصر فهي المصلين تمام جوز فالحسن فهذا اسمه الحسن قال لك وغير ما تم قبيح أي غير هذا الوقف غير هذا الوقف يسمى وقفا قبيحا وله الوقف مضطرا ويبدأ قبلهم الوقف مضطرا ويبدأ قبلهم أي لنا أن نقف عليه وقفا اضطراريا يعني مثلا صار معي زكام غلا بني البكاء تمام هذا يجوز أن نقف عليه ويبدأ قبله أي ترجع لتتم المعنى وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب أي ليس في القرآن من وقف واجب ليس في القرآن من وقف واجب ولا وقف حرام غير ما له سبب أي الذي يوجد له سبب هذا ينبغي أن نقف عليه لسببه وينبغي أن نمتنع من الوقف أيضا لسبب عدم لسبب عدم تغيير المعنى نختم بإذن الله عز وجل محضرتنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك أدب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته